يا مساء الخير والحب والسعادة على حضراتكم وعلى كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد دايماً في نفس المعاد من كل أسبوع بنكون معاكم دايماً وكل حلقة جديدة في عالم الكتب وطبعاً قبل ما أتكلم عن أي حاجة حاب أقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم جميعاً طيبين وبخير وإن شاء الله تكون سنة سعيدة جميلة عليكم جميعاً وبما أننا بننهي معاكم سنة عدة وبنبتدي معاكم سنة جديدة وبنبتدي معاكم أفكار جديدة ومواضيع جديدة قررنا كمان أننا في يحكى أن في حلقتنا النهاردة تكون حلقة خاصة جداً عشان نستعرض فيها كل الأحداث الثقافية اللي قدمناها من خلال برنامجنا يحكى أن وبنوعيدكم أننا لسه عندنا جديد وبنوعيدكم أننا لسه عندنا مواضيع جديدة هنتكلم فيها مع بعض إن شاء الله من خلال السنة اللي جاية كنا معاكم من داخل وأهم وأبرض الأحداث الثقافية من معارض وندوات وحفلات توقيع عشان نتابع كل ما هو جديد في الوسط الثقافي والحقيقة أنه السنة دي كانت سنة مميزة جدا وملئة بالأحداث الثقافية المهمة تابعنا معاكم لحظة بلحظة ولسه مكملين حكاياتنا ولسه مكملين كلامنا من جوة الكتب والروايات والحكايات اللي ما بتخلص ولأن كل يوم فيه جديد فإحنا دايما هيكون معانا مواضيع جديدة بالنقشها بالنقش تفاصيلها مع أفضل الكتب ومع أفضل الكتاب المبدعين المتخصصين علشان كده حلقتنا النهاردة هيكون معانا فيها في الستوديو الكاتب والمستشار الثقافي نستاذ عماد العدلي وله هنتكلم معايا عن أهم الأحداث الثقافية خلال 20-23 بس قبل ما أستقبل ضيفيه خلينا نروح نشوف معاكم تقرير للبستسلر للكتب الأكثر مبيعا خلال سنة 20-23 ونرجع لحضراتكم على طول يحكى أن يقدم لكم قائمة بالكتب الأكثر مبيعا لهذا العام نرصدها لكم طبقا لمنوهت عن هدور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت الكتب الأكثر مبيعا لعام 2023 بين الترجمات الأدبية والروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا كتاب أكاذيب نخبرها لأنفسنا للكاتب جون فرادريكسون وهو من ترجمة سلمة علاء وأسماء حسن في هذا الكتاب يوضح المعالج النفسي جون فرادريكسون الأساليب التي نخدع بها أنفسنا وكيف نحررها من الوهم الذي نعيش فيه تأتي في المركز الثاني رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق حيث يأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحى من بعض أحداث حقيقية عن الطموح الإنساني والصراع السياسي تحتل المركز الثالث رواية الكاتبة نورا ناجي سنوات الجري في المكان وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفايروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل أما في المركز الرابع فيأتي كتاب قارئ الجثث وهو مذكرات طبيب تشريح بريطاني من ترجمة الكاتب مصطفى عبيد ويتضمن فصولا كاشفة حول بعض الجرائم التاريخية في مصر تحتل المركز الخامس المجموعة القصصية من قتل مريم الصافي للكاتب محمد المنسي قنديل والتي تضم أربع عشرة قصة يربط بينها جميعا أسلوب الكاتب الجذاب ولم تغفل القائمة أدب الجريمة فجاءت رواية جريمة العقار 47 للكاتب نوها داود في المركز السادس وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي مثير وفي المركز السابع جاءت رواية أولاد الناس للكاتب الدكتورة ريم بسيوني وتقسم الرواية إلى ثلاثة أجزاء تحكي جميعها عن سيرة المماليك في مصر منذ عهد الناصر قلوون اختتمت قائمة الأعلى مبيعا لهذا العام برواية تغريبة القافر للكاتب والشاعر العماني زهران القاسمي والتي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية هذا العام رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولست مكملين حلقتنا ودلوقتي هنضمننا من خلال زوم البوك تيوبر أستاذ كريم النجار واللي هيكلمنا عن أهم الكتب اللي كان عليها إقبال من الشباب في 2023 أهلاً بيك أستاذ كريم أهلاً سعلاً 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 إزاي حرد الحمد لله كويسة كل سنة وحضرتك طيب وحردت بقالف صحة وسلام أستاذ كريم عايزة أعرف من حضرتك من وجهة نظرك بقى ومن خلال التواصل الكبير اللي بيكون ما بينك وما بين الشباب واللي طبعاً حضرتك منهم وبتمثلهم كمان إيه أكتر أنواع الكتب اللي كان عليها إقبال في 2023 من الشباب طبعاً هو السنة دي الموضوع كان مختلف شوية بسبب اختلاف نوعية الأعمال واختلاف نوعية الأدب أو المواضيع اللي كان بيكلم فيها الأدب اللي صدرت السنة دي فالنوعية السنة دي كانت مختلفة جداً وكانت متنوعة جداً فما كانش فيه لون محدد من الأدب أو نوع محدد من الأدب نقدر نقول إن كان عليه إقبال بشكل مخصوص دوناً عن نوع آخر ولكن كان فيه الحقيقة انتباه متساوي الجميع الأشكال وجميع الأنواع الأدبية اللي كانت موجودة تحديداً إيه أكتر أنواع الأدب طيب اللي كان عليها إقبال وإيه السبب من وجهة نظرك ممكن شوية أقدر أقول إن أغلب الأعمال اللي طاغت نوعاً ما ولقيت استحسان كبير سنة دي من القراء كانت أعمال لها خلفية تاريخية شوية ممكن بسبب إن الكتاب اللي كتبوا الأعمال دي كانوا بالقوة الكافية أو القوة الرائعة إن هم يقدروا إن هم يعبروا عن جمال الخلفية التاريخية داخل حدث روائي أو داخل سرد روائي معبر جداً وفكشنل زي ما بنقول أو مختلط بشكل جميل يلاقي استحسان القرن ودي كانت حاجة بصراحة كانت جميلة جداً يعني جميل هل الكتاب الورقي كان ليه حضور ملحوظ في عشرين ثلاثة وعشرين ولا من وجهة نظرك الكتاب الإلكتروني أو الكتاب الصوتي كان ليهم حضور أقوى من الكتاب الورقي والله هو الكتاب الورقي يعني أنا أتمنى من الله إنه لا يندثر هو لن يندثر إن شاء الله يعني لأن إحنا كقراء بنحب نمسك الكتاب الورقي في قدنا ولكن في نفس التوقيت ده ما يمنعش إن حضور الكتب الإلكترونية أو صدور الكتب بصيغة إلكترونية أو بصيغة صوتية سهلت على القراء كتير جداً عملية الوصول للكتاب بمعنى أنه ممكن حد يكون مسافر أو بره في الشغل أو ما يقدرش إنه يتحرك بالكتاب معاه على طول فيقدر إنه هو يفتح النسخة الإلكترونية أو النسخة الصوتية من الكتاب يسمعه هو راح الشغل وهو راجع أو يقره هو في مواصلات أو هو قاعد مثلاً مستني حاجة تحصل في قاعد في أي مكان فيقدر يطلع الكتاب ويقراه ده غير كمان إن صدور الكتب بشكل إلكتروني على المنصات أو على الأبليكيشن زي اللي بقت متخصصة في الموضوع ده سهلت بكتير قوي إنه ممكن واحد يكون قاعد في منطقة نائية وما فيش جنبه مكتبات وحابب أن يقرأ كتاب فيقدر بمنتهى السهولة إنه يدخل على الأبليكيشن ويوصل للكتاب بصيغة إلكترونية مشروعة طبعاً ويقدر إن هو يقرأ الكتاب كاملاً ويستمتع بيه فهو فتح مجالات كبيرة ووسع الدايرة بتاعت القراءة بشكل أفقي آه جميل بس نتمنى من الله إنه ما يلغيش كتاب الورق لا 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 إن شاء الله لا لا إن شاء الله لا أكيد أكيد طبعاً طيب عاوزين نعرف من حضرتك أهم خمس إصدارات إلكترونية كان عليهم إقبال من الشباب في 2023 طيب لو تكلمنا عن الأعمال اللي صدرت إلكترونياً فهنا ممكن نتكلم عن مقطتين إن في بعض الأعمال بتصدر إلكترونياً فقط وفي بعض الأعمال بتصدر إلكترونياً قبل ما تصدر ورقياً وفي أعمال عادية جداً نزلت ورقي ونزلت إلكتروني في نفس الوقت فلو هتكلم مثلاً عن الأعمال اللي صدرت إلكترونياً فقط أو بتصدر إلكترونياً قبل ما تصدر ورقي فعندنا مثلا سلسلة لاشين للكاتبة شيرين هنائي ودي سلسلة نوفيلات صغيرة بأعداد حاجة كده شبه بمورق الطبيعة ولكن منفصلة عنها تماما لكن منبثقة من نفس العالم دي بتصدر إلكترونيا وبتصدر كمان على المنصات قبل لما تنزل ورقي فيه كمان نقدر نقول فيه كتب كتاب من الكتب اللي كانت صدرت ورقيا وكمان موجودة إلكترونيا ومرشحة الجايزة دلوقتي جايزة العربية للبوكر لعام 2024 رواية مقامرة على شرف اللي دي ميتسي من دار داون هي حتى معايا النسخة الورقية بتاعتها جميل دي برضو موجودة فيه كمان دور نقول قارئ الجسس دي كتاب مترجم لسيدني سماث قارئ الجسس سيدني سماث ده من ترجمة الكاتب مصطفى عبيدو من إصدار الدورة المصرية اللبنانية ده برضو متاح إلكتروني ومتاح ورقي وطبعا الأعمال بتاعت أستاذ أشرف العشماوي ومستشار أشرف العشماوي وستاذ شام الخشن سرعة قصوة صفر وكمان نعمي وأخواتها الأعمال كتيرة جدا يعني لو حبينا أننا نتكلم لأ هنعدل خمس أعمال بكتير هنضرب الرقم ده في عشر واسع طيب حدثك أستاذ كريم بقى كقارئ يعني مش بس كقارئ إنما كمان كصانع محتوى أهم قراءاتك في عشرين تلاتة وعشرين طيب هو أنا معي بعض الأعمال هي ما بين الأعمال الروائية وما بين الأعمال المترجمة خليني أبدأ بالمترجمات بما أن هي تعتبر يعني هم عملين تحديدا وهم لعبة أندر من ترجمة الكاتب محمد عصمت ومن إصدار دارية تخيلون العمل ده تم تحويله الفيلم تم تحويله الفيلم وبعد كده تم ترجمة العمل الأصلي لرواية وكانت حقيقة كانت ترجمة جيدة جدا 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 جودة الترجمة فيها كانت رائعة يعني ما عرفش هللوقتي يسمح أنه ندي نبزة على العمل ولا لا لكن هو بيدور في عالم بعيد جدا الإنسان قدر أنه يتطور فيه ويصل أنه يخزه الفضاء وفي نفس التوقيت كان فيه حدث على الأرض بيخلي نسبة الموليد تكون قليلة وفيه مولود واحد بيكون أو بيلاقي نفسه أن مصير البشرية كلها معتمد عليه فحقيقة العمل ده كان حلو جدا وكان جيد جدا 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 وترجمة بتاعته كانت هايلة وكمان فيه قارئ الجسس سيدني سمات ترجمة مصطفى عبيب من نصدار الدارة المصرية الإبنانية بتتكلم عن طبيب تشريح كان موجود في مصر القديمة تريما في مصر الملكية وشخصية سيدني سمات دي هي الشخصية اللي بعد كده تم باقتباس منها شخصية شرلوك هولمز فده الشخصية الأساسية اللي اقتبسوا منها شخصية شرلوك هولمز فالشخص ده كان عايش في مصر في مصر الملكية وكان هو طبيب التشريح اللي كان موجود في مصر وقتها فبيحكي لنا بعض الوقائع وبيتكلم عن بعض الجرائم اللي كانت موجودة وطريقة سيدني سمات في عملية التشريح واكتشاف الجرائم كانت موجودة. جميل. بالنسبة للاعمال اللي كانت مترجمة. اوكي. اوكي. بالنسبة للاعمال الروائية المصرية. فمعانا مثلا زي ما قلت لحضرتك مقامرة على شرف الليدي ميتسي. من كتابة الكاتب احمد المرسي ومن اصدار داردون. الرواية دي دلوقتي مرشحة وفي القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية العام ٢٠٢٩. حلوة قوي. اه فهي رواية الحقيقي رائعة. بتتكلم في عشرينيات القرن الماضي. وقدر فيها احمد المرسي. انه يعني يسرد الفترة الزمنية دي والحقبة التاريخية دي بشكل رائع جدا 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 وممتاز. حتى الالفاظ اللي كان بيستخدمها. واسامي الحاجات. بنقدر نشوف اختلافها ما بين الطبقات المختلفة. لان فيه بدو موجودين في الرواية. فيه استراليين موجودين في العمل. فيه انجليز موجودين في العمل. فيه اختلاف طبقات حتى في المجتمع المصري. فبتشوف بقى الاختلاف. والاسوات بتاعت كل شخصية كانت موجودة ازاي. وعلاقة كل ده بسبق الخيل اللي كان موجود. والرهانات اللي كانت بتتعمل. فالحقيقة رواية رائعة 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 حقيقة. تستحق انها تكون مرشاحة جايزة كبيرة زي الكوبر. جميل. من وجهة نظرك ايه اكتر فئة كانت الاكثر اقبالا على شراء الكتب؟. الشباب. 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 الشباب بتاعهم في تزايد ملحوظ. دمير. وده يرجع على فكرة للكتب الصوتية. وللكتب الالكترونية. اللي ساعدت القراءة من هم من مكانهم يحاولوا يتعرفوا على نوعيات الكتب اللي موجودة بشكل ابسط واسهل بكتير. اه. الحقيقة انه الساس كريم انه الشباب ابهرونا السنة دي في مصر بحاجات كتيرة جدا. ويمكن من اكتر الحاجات اللي لفتت انتباهنا كانت مثلا اقبالهم على معرض الكتاب. واللي كان السنة دي كان فيه تزايد غير مسبوق في حضور الشباب في معرض الكتاب وغيرها 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 طبعا. من الانجازات اللي بيحققها الشباب المصري. وبجد بنبهر بتوجدهم وبحضورهم وباشتراكهم في كل واهم الاحداث اللي بتحصل في مصر. ده حقيقي. ده حقيقي فعلا. وده كمان باين من اقبال جزء كبير جدا من الشباب اللي كان قارئ السنين اللي فتت على انه حاول يعني انه يخطو قولة خطواته في الكتابة. وده دليل كبير جدا على اقبال الشباب وحبهم للاتجاه الجميل والاتجاه الثقافي الرائع ده. جميل. انا بشكرك استاذ كريمي النجار على موجودك معنا النهار ده عن طريق زوم. نورتنا عن طريق زوم وان شاء الله المرة اللي جاي بقت نورنا في الستوديو. ان شاء الله بإذن الله. شكرا جدا. شكرا جدا. وانت طيب. خلونا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيفي اللي هينورني فيه الستوديو الكاتب والمستشار الثقافي الاستاذ عماد العدلي بعد الفاصل. تجعنا لحضراتكم مرة تعنيها ولسا مكملين معاكم حلقتنا وبنكمل كلامنا فيها عن حصاد الاحداث الثقافية خلال عشرين تلاتة وعشرين. وطبعا برحب بضيفي اللي منورني في الستوديو الكاتب الاستاذ عماد العدلي وهو مؤسس الرواق الفلسفي في محافظات مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. وفي البداية طبعا حابة تكلم بشكل عام عن اهم الاحداث الثقافية من وجهة نظر حضرتك اللي حصلت في عشرين تلاتة وعشرين. الحقيقة اعتقد اهم حدث حصل في الفين تلاتة وعشرين وحصل في الاعوام السابقة هو معرض القاهرة الدولي للكتاب. لان المعرض ليس فقط مكان للقراء ولكنه ايضا ملتقى مهم جدا للناشرين والعارضين المصريين والعرب. فهو حدث ثقافي اهم او هو الحدث الثقافي الاهم في مصر. اعتقد كمان في الوطن العربي. لان معرض القاهرة ليه خصوصية كبيرة جدا. وبيأمه الكثير من الناشرين والعارضين والقراء حتى من جميع انحاء الوطن العربي. هذا المعرض كان له عنوان انا شايف ان هو في غاية الاهمية كان العنوان الرئيسي بتاع المعرض اسمه هوية مصر. وسؤال المستقبل. هوية مصر. هوية مصر الثقافية وسؤال المستقبل. الحقيقة هوية مصر او هوية مصر او مهم جدا. لابد ان نبحث عنه. خصوصا بعد ما يعني البعض اعتقد ان ممكن يعني يحكم العقل المصري اي درجيات من توجهات مختلفة. فمحتاجين احنا نقول احنا هوية الثقافية ايه. والحقيقة هم معرفش ده كان مقصود ولا مصادفة ان هم اختاروا شخصية المعرض العظيم صلاح جهين. وصلاح جهين مع حفظ الالقاء طبعا. هو نموذج للمثقف المتنوع. وهو نموذج للهوية المصرية الحقيقية. وهو نموذج للهوية المصرية. وكأنهم ارادوا ان يقولوا ان الهوية المصرية هي هوية. الهوية المصرية الثقافية هي هوية متنوعة. صحيح. وان صلاح جهين هو خير من يمثل ذلك. كان رجل رساما بديعا وكان يعني فيلسوفا ساخرا وكان ممثلا وكان اديبا وكان صحفيا. وكان شعيرا طبعا السما او الصفة الابرز لصلاح جهين هي انه احد رواد شاعر العمية في مصر. واحد الذين نقلوا. احنا دايما بنقول ان العمية المصرية وصلت للدول العربية عن طريق دراما. اعتقد ان صلاح جهين احد هؤلاء الذين ساهموا في ايصال العمية المصرية للكثير من الدول العربية. كان كمان معانا في هذا المعارض شخصية مهمة جدا. كان لابد ان احنا نسلط عليها الضوء. هي الاستاذ كامل كيلاني عليه رحمة الله. والاستاذ كامل كيلاني معروف في الاوساط الثقافية بانه كاتب اطفال. وهو في الحقيقة لم يكن فقط كاتب اطفال. ربما كان هذا الجانب الابرز في كتاباته. ولكنه ايضا كان مهتما بالتاريخ الاسلامي. وايضا كان مهتما بالنقد الادبي. وكان مهتما بالكثير من الجوانب الثقافية المختلفة. فاعتقد ان معرض الكتاب نموذج فريد. كان ومازال. واعتقد انه سيظل باذن الله. واحد من اهم الاحداث الثقافية. ويمكن اهمها. على مستوى يعني العالم الثقافي بشكل عام. من وجهة نظر حضرتك انه معرض الكتاب هو الاهم. هو الاهم. بالنسبة للوسط الثقاف. لكن هناك طبعا الكثير من الانشطة الاخرى. مش هقدر احصر طبعا. لكن ممكن نتكلم عن ملتقى الرواية العربية. او ملتقى القاهرة للرواية العربية. واعتقد ان ده حدث ثقافي اهم بيحتفي بالفن الرواية. اه. كتابة ونقدا وقراءة على المستوى العالم العربي كله. وايضا يعني اختار موضوعات انا ارى انها موضوعات شديدة الاهمية. مثل على سبيل المثال الكتابة القلم النسائي حينما يكتب ادبا. اي. ونحن نعلم ان مجتمعاتنا لا تعطي الحرية الكاملة للمرأة حينما تريد ان تبدأ. يعني. فكان لابد ان نصلت الضوء على هذا الامر. وتحدث ايضا عن فكرة الهويات الثقافية. وتحدث ايضا عن فكرة التنوع العرقي والتنوع الثقافي والتنوع المعرفي. واعتقد انها ثقافة لابد ان تسود. ليس فقط في الرواية. وليس فقط في الادب. ولكن يجب ان تسود في العقل. لابد ان يكون هناك تدوعا. ولا بد ان يكون هناك قبولا لثقافة الاخر. مثل ما يعني اريد من الاخر ان يتقبل ثقافة. اعتقد كان كمان برضو في مؤتمر ادباء مصر. ده برضو حدث ثقافي مهم. ربما يعني يختص بالادباء المصريين. ولكن الادب المصري ليس يعني قليل الشأن. فبالتالي لابد ان يكون هذا حدثا مهم. وتم اختيار شخصية احد الشخصيات المهمة في الكتابة الادبية. وهي الاستاذ جمال الغطاني عليها رحمة الله. وربما لان المؤتمر يتحدث عن الابداع. ونصر اكتوبر. والاستاذ جمال الغطاني كان احد المراسلين الحربيين المهمين في حرب اكتوبر. فاعتقد ان برضو اختيار موفق لشخصية هذا المؤتمر. وهو الاستاذ جمال الغطاني. اكتر يفرد نفسها على زوء القارئ. بصرف النظر عن زوءه الشخصي. ولكن احيانا ممكن يطرق حدث معين. يخلي فيه توجهات معينة للادب التاريخي. لسيرة ذاتية. لنوع من انواع الادب. باي مكان نوعه يعني. من وجهة نظر حضرتك الكتب الاكتر مبيعا. لعشرين تلاتة وعشرين كان شكلها ايه. وكان نوعياتها عاملة ازاي. والله زي اي حاجة في الدنيا في الكتابة كمان لها موضة. طبعا. طبعا. لكن موضة الكتابة يعني ممكن من سنة ممكن تمتد الحد مثلا عشر سنوات. ولكنها لا تزيد عن ذلك. موضة اللبس ممكن تستمر اقود وممكن تستمر فترة طويلة. مازلنا حتى الان بنرتدي البدل ومازلنا حتى الان بنرتدي الكاترة. طبعا. اكيد. اكيد. لكن الكتب الحقيقة الموضة بتاعتها مش كبيرة اوي. انا شايف ان دي حاجة حميدة الحقيقة. الابرز على الساحة الان وربما قبل دلوقتي تلاتة اربع سنين هو الكتابة الادبية التي تستند على خلفية تاريخية. وهكذا احب ان اقول دائما الكتابة الادبية التي تستند على خلفية تاريخية. لا احب ان اقول ادب تاريخي لان الادب في رأيي لا يصنف. الادب معياره هو ادب جيد او ادب غير جيد. الكتابة الادبية التي تستند على خلفية تاريخية منحت الفرصة للقارئ ان يتعرف على التاريخ من خلال الادب. ودي فرصة شديدة الاهمية. لان الناس تحب التاريخ. والوعي بالتاريخ كما يقولون هو وعي بالذات. ولكن الكتابات التاريخية في معظمها كتابات اكاديمية. كتابات لا يستطيع المتلقي العادي ان يعني يستوعبها بشكل كافي. وحينما تقدم له عن طريق الكتابة الادبية اعتقد اي سياق عايزين نوصله بشكل لطيف يمكن ان يصاغ في هيئة كتابة ادبية. لو انا عايز اوصل العلم. لو انا عايز اوصل الفلسفة. اشهر مثلا على سبيل المثال من اشهر الروايات في العالم. الرواية اسمها عالم صوفيا او عالم صوفي بتاع جاستين جاردر. والرواية ديت هي رواية حول تاريخ الفلسفة. وكل الذين يريدون ان يتعرفوا على الفلسفة كان الرواية بتاعة عالم صوفي هي سافرهم الى ذلك يعني. فالادب المستند على خلفية تاريخية حقق رواجا كبيرا جدا في الاعوام الماضية وما زال حتى الان يفعل ذلك. عملنا حلقات الحقيقة كثيرة جدا استاذ عماد عن الادب التاريخي. وزي ما حدثك بتقول انه الادب التاريخي ليه باع طبعا كبير جدا. صحيح. تكلمنا كمان في الحلقات دي عن الدراما التاريخية او الادب التاريخي. اللي بتتخلى له بعض الدراما واللي بتدي للكاتب مساحة من الخيال ومساحة من سياق الاحداث بشكل مختلف. والحقيقة انه كانت حلقات ممتعة جدا جدا بالنسبة لي. لما كنا بنتكلم عن الادب التاريخي. تكلمنا كمان عن الأدب التاريخي في معرض الكتاب والحقيقة أننا دايما طبعا لأن المعرض الكتاب بالنسبة لنا بيكون الحدث الأهم بالنسبة طبعا لشغلنا فبنقابل طبعا كتير من كتاب الأدب التاريخي في المعرض والحقيقة أنه زي ما حضرتك قلت فعلا يمكن أن الأدب التاريخي كان يعني بيتصدر المبيعات الأولى السنة في 2023 من وجهة نظر حضرتك أهم الترندات الثقافية اللي حصلت في 2023 خاصة أنه زي ما قلنا كده أنه عالم الكتب أحيانا بيكون في موضة برضو زي الموضة اللي بتظهر في كل المجالات كمان الكتابة والقراءة وعالم الثقافة بيكون في موضة أكيد كان فيه ترند كاتب عمل ترند موضوع عمل ترند كتاب عمل ترند صحيح أعتقد أن أبرز الترندات اللي ظهرت ربما قبل 2023 ظهرت من 2022 هي ترند هو الترند بتاع أغلفها موازية إن أنا باخد الغلاف بتاع الرواية إن بعض الساخرين بعض الزرافاء حقيقي يعني بياخدوا الغلاف بتاع الرواية وبيجيبوا مشهد من فيلم ويعني يحطوا عليه اسم الغلاف ويقدموك غلاف جديد يعني إيه فكر كما لو أنك صنع أغلفة هتعمل الغلاف إزاي بس طبعا خفة الدم المصرية المعهودة فالموضوع انتشر جدا والشهر جدا وتقريبا كل المصريين بما فيهم أنا بمناسبة لعبنا اللعبة اللطيفة دي لأنها كانت حلوة جدا والحقيقة استلمت صديقي العزيز اللي بوجهه له التحية يعني من هنا المستشار أشرف العشموي بقى كل ما ينزل رواية لازم أعمل غلاف موازي على هذه الرواية وربما بيحقق يعني مشاهدات أكتر من الغلاف الحقي وهو كان مبسوط بدأ الحقي طبعا فكرة لطيفة جدا جدا طيب احنا وحرتك منور معنا النهاردة في الستوديو هنروح نشوف مع بعض تقرير صورته كاميرا يحكي أنه عن أهم الكتب اللي قرروا أن هم يختروها ويقروها في عشرين ثلاثة وعشرين نشوف مع بعض التقرير ونرجع لحضراتكم مرة ثانية كتب الإنسان يبحث عن معنى لفكتور فرانكي هو بتبصعب شوية لأنه بيتكلم عن أيام هو فيكتور نفسه هو دكتور نفسي وكان في معتقل في النزيل وقت النزيل فهو بيتكلم عن إزاي هو جوه المعتقل كان بيشوف أن الإنسان لازم يبقى عنده هدف عشان يقدر يكمل كتب التاريخ، كتب الأدب التاريخي بعتبر أن ده مجالي كتب الإنجليش كتب روايات، أدب، كل أنواع المعارف والله أنا دلوقتي أبقى أرى كتب في الفلسفة عشان أنا بدرس فلسفة في كوية الأدب في جامعة طنطة فتقريبا كل قراءاتي منخاصر على الفلسفة يمكن أخذ كتاب كان عن علم الجمال بتاع الدكتورة أميرة حلمي مطر فيه طبل الصفيح ده كتاب علامي أساساً فروية علامية حوالي ألف صفحة فهنا يعني قربت خلاصها السنة دي على سبيل المثال أنا قريت ماكت الكاهرة الأستاذ طريق إمام قريت كتير من أعمال الأستاذة نورة ناجي زي أطياف كاميليا، بنات الباشا، الجدار، بانا البكاتبات والوحدة مثل الأفلام السازجة فمجموعات جميلة جداً في الجديد اللي زي ما قلت الحضرتك طريق إمام نورة ناجي، نهلة كرم وغيرهم وغيرهم كتير مش عايزة أنسا يعني أسانا بحب أطلع على أحدث الإصدارات بحب أكون عندي فكرة سواء حاجات إنجليش أو حاجات عربي رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا مع عضيفي اللي منورني النهاردة في الستوديو الكاتب الأستاذ عماد العادلي أهلاً بحضرتك مرة تانية أهلاً بحضرتك والحقيقة أنه كمان من ضمن الأنواع الأدب أو من ضمن الكتب اللي حققت نجاحات كبيرة جداً في عشرين تلاتة عشرين كان أدب السيرة الذاتية صحيح وتفتكر إيه سر نجاح هذا النوع من الأدب وتحقيقه تحديداً السنة دي يعني الأرقام الكبيرة اللي إدري حققها من حيث المبيعات هو قد يكون توجه في النشر يعني النشر بيتوجه ناحية شكل معين من أشكال الكتابة وبيروج لها بشكل كويس فالناس بتبدأ تندمج مع هذا الشكل بس أعتقد دايماً السيرة الذاتية ملهمة ودايماً السيرة الذاتية مهمة بالنسبة للقارئ يعني القارئ بيبقى عايز يعرف عارف حضرتك زي المجلات الفنية كده أنا كنت بتتكلم عن أسرار النجوم وأسرار المشاهير وكذا طبعاً وده بيبقى شيق جداً بالنسبة للقارئ بالضبط شيق شيق جداً وهو كمان محتاج يعرف هذا الشخص الذي يحب كتاباته والذي يقدره والذي كذا كيف مرت به الحياة أو كيف مره على الحياة وازاي تعامل مع الأزمات اللي وجهته وازاي تعامل مع المشكلات ده مهم جداً وأعتقد أن أكثر الكتب السيرة الذاتية مقرؤية هي أكثرها صدق والكاتب أنا في رأيي أن الخارئ عفواً شخص حصيف جداً القارئ شخص يستطيع أن يميز بين الصحيح أو الصادق وبين الذي يحمل موراء أو مدوراء أو كذا أعتقد الكاتب القارئ شخص حصيف يستطيع أن يميز ذلك فأكثر الكتب من وجه النظري فيما يخص السيرة الذاتية صدق هي أكثرها مقرؤية وأعتقد ليس أدل على ذلك مثلاً من سيرة الحج محمود العربي اللي هو رجل الأعمال الشهير لما تعملت في كتاب كان ملهم للكثير من الشباب اللي عندهم رغبة أن هم يخوضوا تجربة التجارة وتجربة البيع وكذا لأن هذا الرجل بالفعل كان ملهماً يعني في كل تفاصيل حياته أعتقد كمان سيرة زي سيرة ستيف جوبز برضو فيه يعني هذا برضو ملهم للكثير من الشباب فيما يخص مجال المال والأعمال وكذا وأعتقد إذا كنا نريد أن ننتبه إلى كتابة سيرة بشكل أدبي لابد أن ننتبه إلى كتابات الأديب الفلسطيني الكبير الأستاذ إبراهيم نصر الله جميل خلينا نتكلم شوية كمان عن الروايات المترجمة وأنه الحقيقة كمان طبعاً إحنا عملنا حلقة عن الروايات المترجمة وحقيقي أن الروايات المترجمة بيكون لها كمان نصيب كبير من المبيعات خاصة لو رواية نكحة عالمياً بشكل كبير أياً ما كانت احنا نتكلم عن رواية عالمية مترجمة إلى العربية أو الرواية العربية المترجمة إلى اللغات الأجنبية أحب أسمع رأي حضرتك عن الروايات المترجمة فيما يخص الترجمة الحقيقة أنا شايف أن فيه حركة ترجمة محترمة جداً بقالها أكتر من سنة وفيه دور نشر كتيرة هي معنية بمسألة الترجمة وحريصة على أن هي تنقل الجديد باستمرار وبتابع قوائم الجوائز العالمية بره وحريص على أن إحنا حتى بنترجم دلوقتي وصلنا لمرحلة إن إحنا نترجم قبل ما الكاتب ياخد الجايزة إحنا كنا بنعمل إيه؟ منتظر لما الكاتب ياخد الجايزة كاتب العالمي ياخد الجايزة وبعد كده نبدأ نترجمه لإحنا اكتشفنا أن إحنا عندنا ترجمات مثلاً العبد الرزاق قرنح اللي هو أخد جايزة نوبل العام قبل الماضي الأديب اللي هو التنزاني واكتشفنا أن إحنا قبل ما ياخد نوبل واكتشفنا أن إحنا عندنا ترجمات بتاعة يونفوسة مثلاً اللي هو الأديب اللي أخد جايزة نوبل السنة دي فالحقيقة الترجمة إلى العربية أنا شايف أن المصار بتاعها مرضي إلى حد كبير اللي مش مرضي هو العكس الحقيقة يعني احنا الترجمات الاعمال العربية التي تترجم الى لوات اخرى مازالت قليلة محتاجين نشتغل عليها اكتر ومحتاجين نفتح افاق اوسع لوصول الادب المصري او الادب العربي للقارئ الاجنبي ده مهم جدا زي ما هو بينقل لي ثقافته وانا بنقلها راضيا مرضيا مهم كمان ان انا انقل له ثقافتي وهو يتقبلها راضيا مرضيا اللي هو حتة التفاعل وحتة قبور الاخر اللي احنا كنا بنتكلم عنها من شيء عندنا حركة ترجمة كويسة عندنا مترجمين عظماء عندنا روايات عظيمة تستحق انها تترجم صحيح عندنا روايات عظيمة تستحق انها تترجم بس احنا محتاجين زي ما قلت لحضرتك انتبه قليلا الى هذا لما كثيرا الحقيقة مش قليلا الى ضرورة نقل الكتابة العربية الى القارئ المتلقي الاجنبي وفي زل كل التطور التكنولوجي اللي بيحصل لم يعني ينسى عالم الثقافة ان يتطور مع كل التطور اللي كان بيحصل واللي مذال طبعا بيحصل بنتكلم عن منصات الكترونية بنتكلم عن كتب صوتية بنتكلم عن استخدام عالم الثقافة للسوشيل ميديا استخدام ايجابي على الرغم ان احنا كنا دايما قلقانين من خطف السوشيل ميديا للقراء ولسر وحبهم للكتاب الورقي كلمني شوية عن الجزئية دي وعن تدخل التكنولوجي في عالم الكتب بشكل عام من حيث المنصات الالكترونية لو بنتكلم عن الكتب الصوتية وكل التفاصيل اللي علاقة مش قديم ولا حاجة يا فنم ربنا يدين حضرتك السحر رب يبارك في حضرتك الكتاب الورقي اعتقد ان عرشه يعني صعب ان هو يهتزر ان الكتاب الورقي ما زال له قيمة وما لا زال له مقرؤية رغم كل هذه الوسائط الجديدة الوسائط الجديدة استطاعت بالفعل ان تجذب قطع كبير من القراء استطاعت ان تجذب الشباب الذي يعني لا يمسك كتابا ورقيا البعض يعتبر ان هذا الامر يعني يجعله رجلا عجوزا ان هو قاعد ماسك كتاب فخلاص الوسائط الالكتروني نقلك الكتاب على الكندل نقله لك على الاي بوك نقله لك على الموبايل بالوسائط الحديثة ما يهمني في المقام الاول والاخير هو ان نقرأ دائما ما كان البعض بينتقد بعض الكتابات الموجهة للفئة الصغيرة فئة العشر سنين والخمستاشر سنة والعشرين سنة لحد الخمسة وعشرين سنة ودائما ما اقول ان هذه الفئة لابد ان تجد من يخاطبها وانك اذا اردت ان تحكم على هذا الشكل من الكتابة فعليك ان تكون في مثل عمرهم يعني باش انت عندك خمسين سنة وستين سنة وتزداري كتابة هي موجهة اصلا للفئة هذه الفئة ودي نقلة مهمة جدا هي ان حضرتك تخديم من الجيمز وتخديم من الفيسبوك وتخديم من السوشال ميديا وتخليه يقرأ بشكل الالكتروني او ورقي او كذا اعتقد ان دي مرحلة مهمة جدا هو القراءة فعل شديد الامتاع القراءة فعل بيفتح الكثير من الافاق التي تأبى الانغلاق فبالتالي هو انت بتحطه على درجة هو بيصعد لوحده الدرجة اللي بعدها وهكذا 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 فاعتقد ان الوسائط الالكترونية ممكن تكون اخذت جزء من رصيد الكتاب الورقي ولكن اعتقد انها لا يمكن ان تقضي عليه اكيد نتكلم شوية عن الفرق او الفروق اللي موجودة في الكتابة ما بين الكتابة المصرية والكتابة الغربية نوجد نظر حضرتك ايه الفرق ما بين الكتابة في مصر مثلا وكتابة في الغرب اعتقد ان ما فيش فروقات جوهرية احنا عندنا ادباء قادرين على ان هما يصلوا الى العالمية وعندنا كتابات مصرية وكتابات عالمية عربية ربما تعلو درجة عن الكتابات الاجنبية ينقص في رأيي ان هذا الصوت لابد ان يصل من خلال الترجمة الجزئية اللي كنا نتكلم فيها من شوية احنا الآن ما عندناش ادباء علامي لان احنا ما بنترجمش فشغلنا ما بيوصلش الى الدرجة احنا لو في حركة الترجمة ناشطة ونقل الادب العربي او الكتابة العربية من ضمنها طبعا الكتابة المصرية الى القارئ الغربي اعتقد سيمكننا ان نصل بسهولة شديدة وهذا ما حدث مع الكثير من الكتاب امثال الاستاذ نجيب محفوظ عليه رحمة الله يعني كان لابد ان القارئ الغربي يتعرف على كتاباته حتى يستطيع ان يدخل دائرة الجوائز ويدخل دائرة الاهتمام هذا امر شديد لاهمية ما اعتقدش ان فيه فروقات اخرى جوهرية او حتى غير جوهرية لان الكاتب المصري او الكاتب العربي تحرر من الكثير من الافقال التي كانت تثق الكاهله من قبل وهل الكتابة المصرية والكتابة العربية ترقى لان تصل الى العالمية بسهولة فقط لو الصوت قدر يوصل مين من الكتاب اللي حضرتك تقدر تديره لقب الاسلوب الجذاب في عشرين تلاتة وعشرين بحب جدا اسلوب اخوي عمر العدلي وان كان يعني ده شهادتها تبقى مجروحة طبعا وبحب جدا كتابة اشرف العشماوي وشايف ان هم قدروا يحققوا معادلة صعب ان هي تتحقق الحقيقة ان هو يبقى يقدم منتج قادر على ان ينافس تجاريا وفي نفس الوقت لا يفقد معناه الادبي ولا يفقد قمته الادبي لان هناك بعض الكتاب الذين يعني يرون ان البعد التجاري هو البعد الاكثر حضورا في اذهنهم فبالتالي شوف الناس عايزة ايه وعمل زي ما الناس عايزة وبعض الكتاب يحريص على انه ان يكتب ادبا دون النظر لان هناك قارئ سيقرأه يعني ادب برصين كذا دون اعتبار لان هناك قارئ سيقرأه اعتقد ان با يعني هذه الاسماء وهناك اسماء اخرى كثيرة طبعا بالطبع يعني استطاعت ان تعادل ما بين الشق التجاري وشق الابداعي مين من الكاتبات اللي حرتك شايف انه هما كانوا مميزات في عشرين تلاتة وعشرين اعتقد الدكتورة ريم بسيوني اعتقد الاستاذة سهير عبد الحميد سهير عاملة شغل هايل بتكتب في موضوعات برضو انا شايف نهاية جديدة قلمة تطرق في الكتابة العربية ربما تكون لها تكتب ادبا ولكنها مهتمة بالتاريخ ومهتمة تحديدة بالثغرات التي اغفلها التاريخ الرسمي زي مثلا على سبيل المثال احدث اعمالها كتاب اسمه قوت القلوب الديمرداشية اللي هي بنت عبد الرحيم باشا الديمرداش اللي مؤسس مستشفى الديمرداش واللي عامل المسجد وصاحب الارض اللي هي وراء المستشفى دي كلها قوت القلوب يعني كانت قديبة وللأسف شديد لما كتبت كتبت باللغة الفرنسية بلغات اجنبية وبالتالي لم تترجم الا مؤخرا وبالتالي لم يتعرف عليها المتلقي المصري الا مؤخرا اعتقد ان الدكتورة ريم والاستاذة سهير من الاصوات المهمة اللي ماشيين في طريقهم بشكل ايجابي جدا جميل شايف حضرتك انه الكتابة المصرية او عالم الكتابة بشكل عام والعالم الثقافي في مصر بشكل عام حصل فيه طفرة في عشرين تلاتة وعشرين ولا شايف انه يعني الوضع كان زي ما هو عالم الكتابة انا اعتقد ان بالفعل به طفرة وطفرة ايجابية عظيمة اعتقد ان لو كان هناك تراجعا سيكون في النشر ربما يعني نظرا يعني مختفى اثار الوراء ربما الروحة اقتصادية او كده لكن لا انا شايف ان الامور بتتطور للافضل مش بس في الكتابة الادبية كمان في الكتابات النوعية يعني احنا عدنا فترة مثلا من اول الفين من الفين تقريبا وعندنا فترة بنقلد الكتابات الغربية فيما يسمى بالتنمية البشرية اعتقد الكثير من الكتابات التي يكتب التي تكتب الان زي شغل الدكتور محمد طه على سبيل المثال زي شغل الاستاذ شريف عرفة على سبيل المثال شريف عرفة الكاتب مش شريف عرفة المخرج اي اعتقد ان دي تتجارب مهمة لابد ان اصلت عليها الضوء واعتقد ان الان امتلكنا صوتنا لان احنا كنا بنستورد ثقافة غربية كما هي ما يناسب وما لا يناسب لكن اعتقد امتلكنا صوتنا في الكثير الكتابات الادبية وحتى الكتابات النوعية انا بشكر حريتك على وجودك معنا النهاردة كلينة الشرف ان حريتك تكون دفنا النهاردة فيوح كأنه وختمها مسك زي ما بنقول نورتنا استاذ عمال شكرا لحضرتك مرسي فاندم كونسنا وحريتك طيب وحضرتك طيب شكرا وكده بنكون وصلنا نهاية حلقتنا مع حضراتكم النهاردة ونهاية حلقتنا في سنة 2023 او اخر حلقتنا في 2023 كان منورنا فيها الكاتب والاستاذ عماد العدلي وطبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا بنوعادكم بحلقات مختلفة بنوعادكم بمواضيع جديدة بنوعادكم بافكار جديدة كل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة وحضراتكم دايما بخير وسحة وسطر وسعادة وراحة بال سنة سعيدة عليكم كان معاكم رانيا السيد واشكركم